مع الموضوع حقوقي نوعا ما بيحكي أن المبادرة المصرية تعلن عن استبعاد ناجحات في مصابقة لثلاثين ألف معلم ومعلمة بسبب الوزن الزائد أو الحمل أو حتى الليقى حيث طعنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد معلمات ومعلمين ممن اجتازوا الاختبارات المؤهلة لتعيين ضمن مصابقة ثلاثين ألف معلم التي دعا لها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في يوليو عام 2022 ودعت الحكومة عن طريق الجهاز للمشاركة في المصابقة المؤهلة لتعيين ضمن مشروع السد العجز الذي تعانيها المدارس المصرية في الكوادر البشرية إلا أن أعداد كبيرة من الناجحات والناجحين في المصابقة بوجئوا باستبعادهم لأسباب تمييزية صريحة بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون تتعلق بالوزن الزائد والطول والحمل والولادة الحديثة أو حتى عدم اجتياز تدريبات عقيدات لللياقة الطبية والبدنية والدهنية وكشفت الهيئة وجميعها تدريبات عقيدة فيها الكلية الحربية بالقاهرة وتحت إشرافها حاجبك الخبر؟ لا صراحة أبدا يعني شو دخل اللياقة وشو دخل الحمل يعني بتات المقال العلاقة بالعكس أنا بعرف أنه يعني بعطوا دائما إجازة للأمومة الدياست وضع يعني إجازة وضع ودياست رضاع المفروض طب أنا أقول حاجة الموضوع يعني المسابقة دي ازاة السنة اللي تاكس في شهر يوليو يعني متكلم تقريبا بأنه يعني سنة ونص سنة وخمس شهور والمشكلة متحلتش وعملين تكلم بقى ولدتو نعجن في الموضوع هم عملتوا مسابقة انتوا أطلعوا عيني الناس عشان عملتوا مسابقة ولسه ما عينتهمش يعني وقلت انت مسابقة وعايزين تلاتين ألف وروحنا سبقاتنا وقلنا زي الفل تمام إنك انت هتعين الناس اللي مش لقيتها وروح تعملت اختبارات عقيمة بعد كده وقلنا مفيش مشكلة عامل اختبارات عشان تاخد ناس كفء لهذه الوظائف ماشي وروح تقولت إن المرتبات ضعيفة بتاعت الناس قلنا تمام زي الفل تديهم مرتبتها لما حاجة وش هلغالهم تيجي بعد شوية تروح تقول لهم ايه يعني بقول لكم اتسألت سلوبس أصلا يا جماعة ما بش هناخد الست الحامل انا عندنا مشكلة في اللي عنده سمنة واتخين شوية فاحنا مش مش هينفع ناخد الناس دي ودلوقتي بصلا المبادرة دي او الحملة دي بالطالب يا جماعة طب يعني شوفوا لهم حل احنا داخلين على تعديل وزاري حسما بتقول تصريحات متضربة طبعا من هنا وهنا من ذات مصر زي ما قلت لحضراتكم الشرق الاوسط وفيه كلام إنه من ضن الناس اللي هتتشال في التعديل الوزاري رضح جازي اللي هو وزير التربية والتعليم يعني الوزير هيتشال والمشكلة بتاعت المسابقة اللي عملها الوزير ما تحلتش لسه قعدة هيجينا وزير تاني يتكلم بها على ناس الطويلة والناس القصيرة هيجماعة مش هينفى احنا لازم نشوف حل الموضوع ده ما تلغوها ما تلغوها المسابقة اه والله يعني حلك ويس ايه نغوها المسابقة ده ما احنا عملين نحزب الناس ونديهم كده ونجيبهم كده وغلق ايه هو هتتديله كم انت هتديله مثلا خمسمية هتديله ألف هتديله ألف ونص هتديله ألفين كم 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 ممكن يا أستاذ ممكن المرتبطة المدرسين كم قولي كده في قدني يا أستاذ راح مرتبات المدرس المبتدئ كم مثلا هتديله كم 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 يا أستاذ حسني مرتبات بتاعت المدرسين المبتدئين ألف ألف ونص أو ألفين مثلا كم هيعملوا الألفين هيأكلوا ويشربوا بكام إلغيها حسن إلغيها أنا نصيحة مني بتلغيها لا بتعرف شغلك كمان أنا يعني استغربته هلأ والله لو راحين مثلا لكلية عسكرية صح يعني لكلية العسكرية بتشترط مثلا طول بتشترط الوزن تشترط ما تكون مثلا خليني حكي على المرأة ما تكون متزوجة حتى مش بس حامل بس أنا اللي بدي أسأله مثلا هلأ أنا كمعلمة شو دخل فكري وعقلي وثقافتي والمواد يعني اللي راح أدرسها للطالب فإنه أنا مثلا سمينة أو ضعيفة أو حتى حامل هذا أبدا ما بيأثر على الطالب ولا عملة مستوى ذيني في اختبارات قدرات بالضبط قليات التربية أصلا قبل المواحد يلتحق بكلية التربية بتاعت اللي بيطلع المدرسين في اختبارات قدرات معينة تعملت لهم خلص خلصت وتخرج من الجامعة يا تعينوا يا تسيبوا ما تعينوش لكن ما دعوش بقى تتكرهوا في عشته في حياته يعني مثلا تفتح بشو على الفاضي زي ما بقولوا طبعا معنا كمان خبر آخر دانت حملة توقف عقوبة الإعدام في مصر الحكم الصادر بحق المواطن حسن سيد أحمد حامد عثمان والقاضي بالإعدام وذلك بعد محاكمة وصفتها بأنها تشهد انتهاكات عدة لحقوق الإنسان بما في ذلك ضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة ما قبل وأثناء المحاكمة وكان حسن سيد أحمد حامد عثمان المشهور بأبو محمد لصعيدي قد أوقف على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية مصر الجديدة وصدر حكم عليه بالإعدام من الدائرة الثالثة جنايات إرهاب وذلك في جلسة عقدت في 22 من يناير عام 2023 على خلفية تهم من بينها تولي قيادة جماعة إرهابية وأنضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل جماعة إرهابية بالمعلومات وتوفير ملاذ آمن للمتضمنين إلى جماعة إرهابية وحيازة سلاح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر